كتاب فقر المبتدئين يكون سهلاً في الفهم بارك الله فيكم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه المولا ما بعد طبعاً نحن مرت معنا ترى نماذج من الكتب الميسرة اللي أصلاً وضعها مؤلفوها لأجل تشيير طلب للطلاب العلم نحن نبغي نفرق بين طائفتين بين كتب أصلاً مضيعة للتخفيف على طلبة العلم والبداء السلم الأول للمبتدئين وبين كتب تقرأ للعامة التقرأ العامة الفقه السردي هذا للطريقة المتون ما بتصلح لهم تصلح الطريقة اللي هي فيها نوع من الشرح والإضاحة وشيء من ذلك والبيان والتمثيل وشيء من ذلك لكن يعني من أسهل الكتب ما داماً ندل عليها كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان عالم مشهور صاحب فتوى اشتهر عنه الفتوى وكتابه هذا من أي سر ما يكون هو على اسم الملخص الفقهي ويذكر الحكم مباشرة والاستدلال بعده مباشر والاستدلال يكون داماً بالواضح السهل والكتاب سهل ميسر يمكن حتى قراته على أهل المسجد ويمكن وضعه في البيت أصلاً للرجوع عليه مر معنا المختصر والملخص الفقهي أيضاً لإخواننا في الدرغة السنية ممتال جداً وهم يعتنون جداً بذكر الدليل ملخص العبادات ملخص فقه العبادات والعموم هناك مثل هذه وشابهها نهبانا على بعضها مر معنا إن شاء الله أنه بعضهم كانت أصلاً للمختصرات ونسأل الله التوفيق للجميع